اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم الحديث في فرض دوران الأمر بين المحثورين بين الوجوب والحرمة والمكلف لا يدري ماذا يفعل هل يفعل الفعل لاحتمال أنه واجب قد يكون حراما هل يتركه قد يكون واجبا وهنا يكون عند احتمال يعني بالنتيجة لا يمكن أن يعصي أصيانا قطعيا ولا يمكن أن يمتثل امتثالا قطعيا ذكر المرحوم صنف احتمالات ثلاثة الاحتمال الأول هو البناء على البراءة الظاهرية ويذكر عدة إشكالات لعله سبعة إشكالات على هذا الموضوع اليوم نأخذ إشكالين من هذه الإشكالات الإشكال الأول قوله وأما دعوة وجوب الالتزام بحكم الله تعالى هذه الدعوة وإن كانت إجمالية على إجمالها ثم في المناقشة يبين أنه ما قصدكم من هذا الكلام نحن أيضا نبينها إجمالا أنه الأوامر التي تصدر من الشريعة هي ملزمة للعبد لا يحق له أن يخرج عنها يجب أن يلتزم بها ونحن نعلم أن الأوامر الصادرة في هذا المورد التشريع الوارد الصادر المتيقن نحن نعلم بوجود تشريع هنا هذا التشريع إلزام بالفعل أو إلزام بالترك فأنت أيها المكلف عليك أن تلتزم بالتشريعات الإلهية والقول بالإباحة الظاهرية خروج عن الالتزام بالشريعة هذا أصل الإشكال وإن كان مجملا المرحوم المصنف يعترض عليه أنه ماذا تريدون منها من الالتزام تريدون الاعتقاد تريدون الفعل ما هو المقصود ما المقصود من الالتزام هل الالتزام القلبي عقد القلب على الشريعة أو تريدون الفعل الفعل بالمقدار الممكن الالتزام حاصل لأنه يدور أمره بين الوجوب والحرمة بين الفعل والترك بالنتيجة احتمال أن يكون الفعل واحتمال أن يكون الترك فهذا المقدار من الالتزام اللي هو الالتزام الممكن هذا حاصل أما أنه ألتزم بالوجوب والوجوب لم يصل إليه حتى ألتزم به ألتزم بالحرمة عملا الحرمة ما وصلت إليه حتى ألتزم بها بالمقدار الممكن خمسة بمئة أو خمسة بمئة وكذلك من جهة الالتزام القلبي أنا أقول هنا تشريع بالإلزام في الواقع هذا المقدار أيضا ألتزم به لا أريد أن أكذب الشريعة لا أريد أن أرد الشريعة لا أريد أن أنسب إلى الشريعة ما ليس فيها البراءة الظاهرية ليست كذلك أما أنسب للشريعة الوجوب هنا طبعا لا أنسب للشريعة الحرمة هنا بأي مجوز بأي مبرر أيضا لا يحق لي لا نسبة الوجوب ولا نسبة الحرمة نسبة الإلزام و هذا حاصلون أنا أيضا أنزم في الواقع هناك إلزام في مقام الظاهر براءة عن الوجوب بما هو وجوب و عن الحرمة بما هي حرمة قال رحمه الله و أما دعوة وجوب الالتزام بحكم الله تعالى لعموم دليل وجوب الإنقياد أطيع الله مثلا وجوب الإنقياد للشرح ففيها هذه الدعوة طبعا جدا مجملة أن أي التزام هو المقصود الالتزام القلبي أو الالتزام العملي ففيها أن المرادة بوجوب الالتزام ما هو ما مقصودكم من وجوب الالتزام وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل طبعا حاصل بالمقدار الممكن يعني الموافقة بمقدار 50% بـ 50% لأن المكلف إما أن يفعل و إما أن يترك فإما أن يفعل فلعله واجب و قد امتثله و لعله حرام و قد فعله أو يترك لعله واجب و قد تركه و لعله حرام و قد امتثله تركه يؤدي إلى الامتثال بالنتيجة هذا الذي عندي من الامتثال أكثر من هذا لا أتمكن ماذا أمتثل؟ أمتثل الوجوب بعينه؟ أمتثل الحرمة بعينها؟ ما عندي عندي احتمالات فأمتثل بالمقدار الممكن الامتثال بالمقدار الممكن إما فعل و إما ترك هذا حاصل فهو حاصل فيما نحن فيه فليست الموافقة بمعنى الموافقة الكاملة طبعا الموافقة الكاملة غير حاصلة و لكن الموافقة بالمقدار الممكن اللي هي الامتثال التقريبي لأنه العصيان الكامل غير ممكن المخالفة القطعية غير ممكن و الموافقة القطعية أيضا غير ممكن و بحثنا هو هنا فإن في الفعل موافقة للوجوب المحتمل و في التركي موافقة للحرمة المحتمل إذ المفروض عدم توقف الموافقة في المقام على قصد الامتثال تقدم في الحصة السابقة أن البحث في التوصليات لأنه في التعبوديات يمكن المخالفة القطعية فلعله حرام و لعله واجب تعبدا فهو يأتي به بلا قصد القرب فإن كان واجبا ما انتثله و إن كان حراما قد فعله فتكون مخالفة قطعية كلامنا ليس في هذا كلامنا فيما لا يمكن فيه الموافقة القطعية و لا يمكن فيه المخالفة القطعية إذن المقصود من الالتزام إذا كان الالتزام العملي فبالمقدار الممكن هذا حاصل اللي هو الاحتمال لعله واجب فهو فعل و الثاني ترك المكلف الثاني أيضا امتثل احتمالا الذي يفعل يمتثل احتمالا و الذي يترك أيضا يمتثل احتمالا فهذا حاصل و إن أريد من الالتزام وجوب الانقياد و التدين بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم كلمة التدين بمعنى الالتزام القلب و الاعتقاد و الإيمان بأن هذا من الشريعة هذا المقصود من التدين هنا لأنه أحيانا يقال تدين و يقصد منه تطبيق الأفعال على وفق الأحكام الدينية يقال هذا شخص متدين بمعنى أنه يترك الحرام و يفعل الواجب يلتزم بالأوامر و يلتزم بالنواهي فيقال له متدين يعني يطبق أفعاله على وفق الشريعة هنا المقصود من التدين هنا اتخاذه دينا بمعنى أنه يعتقد به نعم يقول أعتقد بالنسبة للمثال الذي هو خارج عن ما نحن فيه أعتقد بحرمة شرب الخامر أعتقد بوجوب الصلاة أعتقد بوجوب الحاج أعتقد بحرمة الغيبة هكذا مثلا هذا هو المقصود من التدين هنا أما الإنقياد فيجب أن تحذروا أن كلمة إنقياد معنى أن الشخص مستسلم الإنقياد في اللغة الاستسلام للآخر فزيد منقاد لأبيه يعني الأب هو الذي يحرك زيدا الأب يقود زيدا يحركه كيفما يريد في أصل اللغة هذا معنى الإنقياد أن يكون الإنسان أو أجلكم الله الحيوان مطيعا لمحركه فيقال هو منقاد له يعني مطيع له في أوامره يتحرك كيفما يأمره هذا معنى الإنقياد في اللغة في الإصطلاح الأصولي تستعمل في الفقه أيضا الإنقياد مصطلح يراد منه أن المكلفة يحتمل أن الفعل الفلاني واجب احتمالا وليس دوران بين محذورين لا يحتمل الوجوب وليس في المقابل للحرمة أو يحتمل أن هذا الفعل مستحب يعني مطلوب شرعا للبولة سمطلوب على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب من دون أن يقوم على وجوبه أو استحبابه دليل تام الحجية يقوم عليه شيء غير تام الحجية يكشف عنه شيء غير تام الحجية مثل بعض الفتاوى مثل روايات ضعيفة السند المهم أو موجود في كتاب قديم غير ثابت النسبة لمؤلفه بحيث غير تام الحجية المهم أنه يحتمل أن هذا الأمر مرغوب به شرعا إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب فيفعله فيفعله احتياطا رغبة منه في إطاعة المولى هذا يسمى قياد أو يشك في أمر لعله محرم هناك رواية ضعيفة السند أو لعله مكروه هناك كلام وفتوى لبعض العلماء المتقدمين فيتركه خوفا أن يكون في الواقع منهي عنه شرعا هذا يسمى انقياد الانقياد هو امتثال تكاليف المحتملة التي لم تقم عليها الحجة هنا ليس هذا هو المقصود المقصود هو أن الإنسان يعلم أن هذا في الشريعة فيقول صحيح التزموا بحرمته يسلم أمره للشريعة يقبل بما ورد في الشريعة هذا المقصود فهنا المرحوم الصنف يقول إذا هذا قصدكم من الالتزام هذا غير ممكن لأنه المكلف المسكين يعلم أن هذا محرم حتى يلتزم بالحرمة الجواب كلا يعلم بأنه واجب الجواب كلا فكيف يلتزم وبماذا يلتزم يلتزم بالوجوب هو لا يعلم بالوجوب يلتزم بالحرمة هو لا يعلم بها فأي التزام تطالبونه به وإن أريد وجوب للقياد والتدين بحكم الله تعالى أو لحكم الله الانقياد له والتدين به فهو تابع للعلم بالحكم يجب أن يعلم بالحكم أولا ثم بعد ذلك يلتزم بأنه من الشريعة ويقر به ويقبل به ويعقد القلب عليه فإن علم تفصيلا على العين والرأس لا أتدين به أقبله ألتزم به وإن علم وإن علم إجمالا هنا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة أنا أيضا ألتزم بأن هناك حكم شرعي يدور بين الوجوب والحرمة هذا الذي قامت الحج عليه عندي هذا المقدار ألتزم به أكثر من هذا ما قامت الحج فأكثر من هذا لا أستطيع أن ألتزم به وإن علم إجمالا وجب التدين بهذا المقدار وجب التدين بثبوته في الواقع أقول أنه في الواقع هناك حكم إلزامي لا أدري هل هو الوجوب أو هذا المقدار بناء على وجوب الالتزام طبعا هذه مسألة أخرى أنه أساسا هذا المقدار من الالتزام واجب على المكلفين أو لا والالتزام والتدين والانقياد بهذا المعنى هنا ليس المعنى الانقياد بمعنى أنه يفعل الأمر الاحتمال أنه مطلوب في الشريعة هذا لا ينافي الإباحة الظاهرية الإباحة الظاهرية هي موضوعها الجهل بالحكم تقول إن كنت جاهلا بالحكم ففعل كذا فهي موضوعها وشرطها وظرفها الذي تحدث فيه وتوجد فيه ومساحة عملها هو الجهل بالحكم فهي لا تنسب الحكم للشريعة وإنما تقول أنت تشك في الوجوب ابني ابني على عدم الوجوب يكون بناءك على عدم الوجوب تعامل معه وكأنه ليس بواجب وتشك في الحرمة فتبني على عدم الحرمة تتعامل مع الشيء وكأنه ليس بمحرمين هذا المقدار هذا المقدار لا ينافي الالتزام بأنه في الواقع هناك إلزام لا منافات بينهما بعض الكتب الحديثة تلافت هذه المشكلة الآن تجدون أن العلاقة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري أينما تحصل مشكلة يأتي هذا المحث في طيات الكلام ومتوزع على الأبواب الفقهية بعض الكتب الحديثة الأصولية في بداية الجزء الأول بدأت تبحث في حقيقة الحكم الشرعي حقيقة الوجوب حقيقة الحرمة حقيقة الكراهة حقيقة الإباحة وانتهت العلاقة بين الحكم الظاهري والواقعي يبحثها بعنوان مستقل ويرتع منها ثم كل ما تحصل مشكلة في هذه العلاقة يقول هذا بحثناه في المكان الفلاني فما نحتاج أنه في كل مورد يحصل فيه نوع من الشبه والتنافي نحتاج أن نعيد هذه الأفكار ولا ينافي ذلك التدين حينئذ بإباحته ظاهرا نتدين ظاهرا بإباحته ونتدين واقعا بأنه إلزاميون إذ الحكم الظاهري لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعي من حيث العمال لا من حيث التدين به نعم لو كان عندي عشر أواني وأعلم أن أحدها متنجس فلا يجوز أن أجري الحكم الظاهري البراءة في الإناء الأول وأشرب الإناء الأول في الإناء الثاني وأشرب الإناء الثاني ثم أشرب الأواني جميعا على أساس الحكم الظاهري هذا لا يجوز في المخالفة العملية لا يجوز أما في الالتزام لأن الحكم الظاهري في مرحلة والحكم الواقعي في مرحلة أخرى فلا تنافية بينهما يمكن أن يجتمعا أقول الآن عندي حكم واقعي إلزامي أجهل حقيقته أجهل نوعه هل هو وجوب أو لا حرب وعندي حكم ظاهري بسبب الجهل هذا صحيح طمر قبيعي ولا إشكال فيه إذ الحكم الظاهري إذا أريد أن أجري البراء عن هذا الإناء وهذا الإناء وهذا الإناء وأشربها جميعا وتحصل مخالفة قطعية من جهة العمل هذا ممنوع إذ الحكم الظاهري لا يجوز أن يكون معلومة المخالفة تفصيلا للحكم الواقعي سر مخالفة قطعية للحكم الواقعي وهو حرمة شرب الإناء المتنجس طبعا شبهة محصورة من حيث العمل شرب الأواني شرب الماء لا من حيث التدين من حيث التدين أقول حكم الواقعي إلزام وحكم ظاهري إباحة هذا إشكال آخر ذكره ودفعه هنا إشكال جديد هذا يقول جيد لا تلتزم بأحدهما لا بس ولكن لا يجوز ترحوهما معا أنتم لم تلتزموا بالوجوب لأن الوجوب غير معلوم صحيح لم تلتزموا بالحرمة لأن الحرمة غير معلومة جيد ولكن أنتم طرحتوا طرحتوا كلا الأمرين أنتم تركتم كلا الأمرين لأن الإباحة شيء مخالف للوجوب والحرمة فحصلت عندكم مخالفة قطعية للحكم الواقعي صحيح الوجوب بما هو وجوب لا تتمكنون منه تنزلنا قبلنا الحرمة كذلك أما أنه أنتم ضربتم الإلزام اللي هو المعلوم اللي هو القدر المشترك بين الوجوب والحرمة هذا ضربتمه حينما التزمتم بالإباحة هكذا يقول ومنه يظهر اندفاع ما يقال من أن الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما صحيح لأنه غير معلوم جيد فأترك الالتزام بالوجوب وترك الالتزام بالحرمة ولكن أنت تقول بالإباحة وأنت تعلم أن الواقع ليس إباحة إلا أن تطرحهما تطرحهما يعني ترميهم لا تهتم لا بالوجوب ولا بالحرمة والحكم بالإباحة وهي شيء مخالف ولا يجتمع معهما طرح لحكم الله الواقع فهذا تغيير لعكم الله وتبديل لعكم الله لأن حكم الله إلزامي وأنتم قلتم بالإباحة وهو محرمون كيف يحق لكم أنتم تعلمون أن الواقع هو إلزام وتلتزمون بأن الحكم هو الإباحة جواب المرحول المصنف أنه الإلزام في مستوى الواقع والإباحة في مستوى ظاهر ثم أثناء الإشكال وعليه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الأمة على قولين يعلم دخول الإمام في أحدهما إذا اختلفت الأمة على قولين ونحن لا نعلم ما هو ما هو الواقع وما هو الصحيح وعلمنا أن المعصوم عليه السلام بناء على أنه نعلم بأي طريقة نعلم في باب الإجماع تبحث هذه القضية بناء على أننا نعلم بأن المعصوم داخل في أحد القولين إما يقول بهذا القول بعد هنا ليس مهما دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لا حتى بين الوجوب والكراهة بين الوجوب والاستحباب بين الوجوب والإباحة المهم اختلفت الأمة على قولين حتى في غير هذه الموارد مثل الموضوعات أنه كم رضعة تورث التحريم وتسبب التحريم عشر رضعات أو خمسة عشر رضعة مثلا فعندي قولان أعلم بأن المعصوم يقول بأحدها أو بأحدهما فهنا استحداث قول ثالث قطعا مخالف للواقع فلا يجوز هذا واضح كأن المستشكل يقول ما نحن فيه من هذا القبيل نحن نعلم الواقع هو إلزامي إما حرمة وإما وجوب أنت تقول إباحة فقد استحدثت قولا ثالثا مخالف للواقع قطعا وهذا محرم هذا بدعة اتخال في الدين ما ليس من الدين وهذا محرم توضيح الاندفاع بما تقدم أن المحرم هو الطرح في مقام العمل وهذا غير متحقق في مقام العمل أنا أمتثل احتمالا وأخالف احتمالا وليس عندي طريق آخر والواجب في مقام التدين الالتزام بما وصل إلي بالمقدار الذي ثبت عندي من الشريعة أنا أتدين فما ثبت عندي الوجوب لا أتدين بالوجوب ما ثبتت عندي الحرمة لا أتدين بالحرمة ثبت عندي الإلزام أتدين بالإلزام في مرحلة الواقع وأقول بالبراءة في مرحلة الظاهر في مرحلة العمل في مرحلة البناء والتعامل معه كأنه مباح والواجب في مقام التدين الالتزام بحكم الله تعالى على ما هو عليه في الواقع أنا أقول أنه ألتزم ما هو الواقع أنا أقبل ما هي الشريعة ما هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ألتزم به كما هو ولكن المقدار الذي وصل إلي ما هو والواجب في مقام التدين الالتزام بحكم الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه في الواقع وهو أيضا متحقق في الواقع يعني متحقق في المقام بمعنى الالتزام القلبي بكل الشريعة بما هي هي والالتزام بالإلزام هنا أنا أقول أنه هنا إلزام في الواقع فلم يبق إلا وجوب تعبد المكلف وتدينه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقع أنه أنت تحتمل الوجوب يجب عليك الالتزام بالوجوب تحتمل الحرمة يجب هذا عندنا دليل عليه أنه مع الاحتمال وعدم تمامية الدليل الكاشف عن الوجوب يجب عليه الالتزام بالوجوب هل هناك قائل بذلك الجواب كلا نستبعد أن يكون هناك من يقول كل ما تحتمل في الشريعة أنت تبني عليه وتلتزم به قد يكون هذا حرام قد لا يجوز بأي حق بأي مبرر بأي مجوز تلتزم بشيء ما ثبت عندك على أساس الحج ما الذي ثبت عندي الإلزام أنا ألتزم بالإلزام في أي مرحلة في مرحلة الواقع ولا أخبر الناس أفتي أن هذا حلال في الواقع لا أقول هناك إلزام في الواقع ولكن المكلف الآن ماذا يفعل ما هو الموقف يبني على الحرمة لا يبني على الوجوب أيضا لا هو هذا معنى الإباحة ظاهرية ليس أكثر من ذلك ثم قال والحاصل يعيد الفكرة كما أنا عدتها يعني مكررا أن الواجب شرعا هو الالتزام والتدين بما علم أو بما علم المكلف أنه حكم الله الواقعي أنا أعلم شرب الخمر حرام ألتزم ووجوب ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه عند ثبوت الوجوب أو الحرمة بعينها عند ثبوتها هذا من اللوازم العقلية للعلم التفصيلي إذا علمت تفصيلا بالعكم العقل يقول يجب أن تلتزم به هذا مولاك قد شرعه لك وهذا أن يحصل وهو يحصل من ضم صغرى معلومة تفصيلا هذا محرم إلى كبرى كبرى الالتزام فلا يعقل وجوده مع انتفاء هذا العلم التفصيلي لا يعقل أن يكون هناك وجوب وحكم عقلي بلزوم الإثبات هذه النسبة من دون العلم عندما يوجد العلم التفصيلي يحكم العقل بأنه هذا التزم به لأنه من مولاك فإذا ما كان عندي علم فموضوع الحكم العقلي منتفي طبعا الحكم العقلي بنفسه أيضا ينتفي مثل هذا هذا الفعل حسن العقل يقول افعله هذا الفعل قبيح العقل يقول تجنبه اتركه أما إذا انتفه هذا الفعل قبيح هاي انتفت يبقى الحكم العقلي فلا يعقل وجود الحكم العقلي مع انتفاء العلم الذي هو موضوع العكم العقلي وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتى يجب مراعاة ولو مع الجهل التفصيل ما عندنا أنه يجب الالتزام شرعا بتلك الأحكام كيف ما كانت لا ما يصل إلي العقل يقول هذا من مولاك التزم به هذا لم يصل إلي فبالتالي لا يجب عليها الالتزام بشيئين يدخل في إشكال آخر إلى هنا نقف حيث يقول ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين هذا موضوع يعني إشكال جديد وفكرة جديدة تحتاج إلى بيان مستقل إن شاء الله سبحانه وتعالى مع بقاء العمر والتوفيق تأتي في الحصة اللاحقة والحمد لله رب العالمين الله 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 يا الله 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 يا الله الله شكرا